وسط خلاف بشأن فرض ضرائب مقابل استعمال الطرقات السيارة في ألمانيا وافق مجلس الولايات الألمانية وهو الغرفة العليا للبرلمان على مشروع مثير للجدل يخص دفع المعاليم مقابل استعمال الطرقات في ألمانيا وهو ما يثير اعتراضا داخل ألمانيا نفسها وفي البلدان المجاورة لها مثل بلجكا وهولندا والنمسا التي لوحت باللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية ويقول وزير النقل النمسوي هذا يعطي الانطباع بأن الدول الأكبر بإمكانها فرض قوانينها الخاصة على حساب الدول الصغيرة لدينا علاقات جيدة مع ألمانيا وصداقة وأريدها أن تبقى ولكن بالنظر إلى الوقائع فأننا سنرفع هذا الخلاف للحصول على قرار قانوني وستفرض على السائقين الأجانب رسوم على الطرق السيارة فقط لفترات قصيرة تصل قيمتها إلى 25 يورو مدة عشرة أيام و50 يورو مدة شهرين ويقول وزير النقل الألماني ليس لدي أي تعاطف مع الشكوى النمساوية بشأن رسوم الطريق في بلد فرض ضريبة على استعمال الطرقات لأكثر من 20 عاما ويضمن أن كل من يستعمل طريقا في النمسا يساهم في تمويل بنيتها التحتية ولكن القول بأن من يقود سيارة داخل النمسا ينبغي أن يدفع بينما لا ينبغي للنمساويين أن يدفعوا في ألمانيا فأن هذه ليست فكرة أوروبية ويثير المشروع خلافا مع المفوضية الأوروبية التي اعتبرته تمييزيا إزاء السائقين الأجانب وتعتبره دول أخرى بأنه لا يتوافق مع المواصفات الأوروبية ويضع ذلك على المواصفات الأوروبية